السلام عليكم. ازاكم شباب يا رب بتكونوا بخير. فيديو النهاردة فيديو كده ده كترة. يعني هيخليك كده وانت قعد في البيت بتخلي اي حد يفتح بوقة عشان تكشف عليه. فالفيديو النهاردة لازيز وسهل ومش صعب وهيخليك مبسوط وانت قعد بتسمعه وكده. فيديو النهاردة نتكلم عن انواع التساوس. هنا خمس انواع من التساوس. بنقول على يوم كلاس وان كلاس تو كلاس ري كلاس فور كلاس بايف. وهنا نتكلم عن واحد واحد فيهم. وهخليك تبقى عارف الفرق بين كل واحد والتاني. ده هو يعتبر مكانه فيه. المكانه يعتبر على سطح السنة. يعني بتلاقي التساوس ظاهر على سطح السنة من فوق كده. وهنا التساوس ده بيكون نتيجة ان انت بتاكل حلويات بتاكل ايس كريم ما بتخسلش سنانك بعدها بتسيبه فبيعمل تساوس في المناطق دي. المناطق دي بتعتبر عاملة كده. فبتجمع الاكل فصعب المنطقة دي تخسلها. فبيتجمع فيها البكتيريا وبتعمل تساوس. بقى عبارة عن خط اسود. والخط الاسود ده ممكن يبقى تصبغ وممكن يبقى تساوس. لو تصبغ يبقى محتاج تنضيف. لكن لو تساوس يبقى محتاج حشب. قلنا ده بيحصل ليه بيحصل لو بتاكل حاجات طرية زي باسكوت الشيكولتات والكلام ده كله. اول ما بتاكله بيبدأ موجود هنا. لكن لو ما خذبتش سنانك واكلته قبل النوم. يبقى انت كده زي الفل احلى مسع ليك واحلى التساوس حصل لك كده احنا في المرحلة السهلة. ده يعتبر اسهل حاجة ممكن تكتشفها. عندك بتفتح على طول البوقت لا يخطي السود على السنة كده. فبتعرف ان ده تساوس. خلاص ده سهل كده. ده كل اللي محتاج ان ده تروح لدكتور يعمل لك حشو على طول. والنوع ده النوع برضو سهل مش عشان انت هتعرفه. لا سهل ان هو صعب ان هو يوصل للعصب بسهولة. ان هو قدامه طبقات كتيرة. بعد كي يخش على العصب. فعلى طول عشان تلحق نفسك وبتكلفة سعره قليل ومجهود قليل وما تتعبش نفسك او ما تتعبش نفسك كتير. فعلى طول اول ما يحصل لك اول ما تشوف خط يسود لازم على طول على طول تروح للدكتور الاسنان. دكتور الاسنان على طول اجهلها لك بسهولة والسلاسة ومن غير اصلا ما يتعب ولا انت هتتعب ولا هو يتفرهد نفسه ولا انت تتفرهد نفسك. وبسعر فلوس قليلة وبحشوب بسيطة وتبقى انت حالية المشكلة كده من البداية. فبعد كده على ده يعتبر المرحلة التانية. بس المرحلة التانية دي هي من اخطر انواع التسوس اللي بيحصل. يعتبر بيجي في جنب السنة. يعني بيجي لو سطح السنة كده هو بيجي من الجنب هنا او من الجنب هنا ما بين الدروس وبعضيها. وبهنا هو ده يعتبر اخطر حاجة ليه? لان احنا صعب نكتشفه. وبنشوفوش. تاني حاجة ان هو يعتبر قريب جدا من عصب. فيعتبر لو اكل طبقة المينة ودخل على عاج سريعا. هيخش عارة طول فين? في العصب ويبدأ يعمل قلم حال. فلازم لو ملحقتوش سريعا. هيبدأ عارة طول يخش لك في الوجع الجامد وتكلفة اعلى. خطر لان هو بيش بيقصر على السنة واحدة. لا ده ممكن لو هو موجود وعمل تسوي السنة يقصر على السنة اللي جنبها بسرعة جدا. فيبقى انت كده لو ملحيتش سنة تبدأ تلاقي الخطر مع سنتين وبسرعة جدا. فعشان كده بنقول ان هو خطر لانواع معينة. ان انت مبت صعب تكتشفه. حتى الدكتور صعب يكتشفه. لازم عشان يعرف يشوفه. وتاني حاجة ان هو بيبقى قريب من عصب فبيعمل التهاب عصب سريع. ان هو محتاج بيعمل حشو عصب سريع. بيحصل ليه? ده بيحصل نتيجة حاجات معينة. نتيجة ان انت بتاكل ومبتعملش سنانك بالدينت الفوس اللي هو الخط الطبي. وزي ما قلنا ان الخط الطبي ده مهم جدا ان هو بيشيل البوائي اللي ما بين الاسنان وبعضيها. وبكده مش يحصل لك تساوس لو استخدمته. لكن لو ما استخدمتوش واعتمدت على الفرشة بس ساعاتها دي يبدأ يعمل لك تساوس جانبي ما بتلاحظهوش غلة ما بتتوجع. تبدأ البكترة تبقى مبسوطة بقى دل وقت. انت بتديها الاكل بتاعها. فهي بتبدأ تاكل وتفرز احماض. الاحماض دي تروح بتعمل تبدأ تاكل في طبقة الايه? المينة اللي هي طبقة خارجية والدوب سطح الاسنان. وساعاتها تبدأ تخش بقى التساوس بس يبدأ يتعمك من المينة للعاج ومن العاج للعصب ويبدأ بقى يعمل لك التهاب عصب سريع جدا. بعد دي هيعتبر ان كلاس تو ده بيحصل في الدروس بس ما بيحصلش في الاسنان الامامية. طب الاسنان الامامية بنسمي ايه? بنسمي كلاس ري. بنخش على النقطة ده بقى. والكلاس ري زي هو هو كلاس تو بيحصل في الجناب بتاعت السنة يعني السنة كده الامامية ما بين الاسنان وبعضية بيحصل تساوس هنا. لكن كلاس تو بيحصل بس في الدروس بس. يبقى انا لو لو حصل في الاسنان الامامية بنسميها ايه? لكن لو حصل في الدروس بنسميها كلاس تو. رابع نوع عندنا هو كلاس فور. وكلاس فور ده يعتبر مش نتيجة تساوس ده بيحصل نتيجة خبطة او ان انت وقعت او نتيجة كرة خبطت فيك. فبيحصل كسر في الاسنان من الجناب يعني من الجنب ده والجنب ده. هو ده كلاس فور. ان في الاسنان الامامية بيحصل لهم كسر هنا في الجناب اللي هو الجنب وفي الامامية اللي هو الطبقة دي ودي. فهي دي المشكلة ده بيعتبر تلاس فور. حاجة تلاس فايف عندنا ده يعتبر التسوث اللي بيحصل قريب من اللسة جدا. يعني هو بيبقى قريب من اللسة بيبقى في تسوث. بيخرم السنة جده وده هو يعتبر تسوث بيحصل نتيجة الاكل بيتحشر ما بين اللسة والسنة. وده بيحصل ليه? نتيجة ان انت ما بتستخدمش المضمضة. مبتستخدمش برضو بيحصل للناس اللي بتغسلش سنانها كتير وده بيحصل برضو للناس اللي بتخسل سنانها بطريقة غشيمة وعنيفة بيحصل لهم وبرضو بيحصل للناس اللي بتشرب بيبسي ومشربات طاقة كتير وده كله بيأثر على طبقة المينة الخارجية للأسنان. عشان تحمي نفسك من التساوس الأسنان. تعمل ايه? كل اللي مطلوب منك خمس حاجات. ان انت تخسل أسنانك مرتين يوميا. كل مرة دقيقتين. مرة الصبح. ومرة بالليل. وكل مرة مش قلي من دقيقتين. وتستخدم فرشة سنان نعمة. تاني حاجة ان انت تستخدم المضمضة. بعد غسيل الأسنان مباشرة. المضمضة دي مرتين يوميا. كل مرة تلاتين سانية. وبعد دي هتستخدم دي بعد بين الوجبات. يعني اوما تخلص الوجبة والاكل ده ازا تستخدم الخط الطب اللي هو عشان تشيل بواء الاكل اللي ما بين الأسنان ومعضيها. حاجة لو انت بتحب الشوكوراتات اوه ما بتعرفش تبطلها. حاول تجمعهم كلهم. وتقولهم مرة واحدة. وتستنى ساعة وتخسل سنانك ومتقولش تاني شكرتات. لو انت نفسك اوه في شكرتات. لكن يروح استحسن عشان تصحي الجسمك وصحية اسنانك تحاول تقلل من السكريات جامل. حاجة حاول تقلل شرب سودا وقتر من شرب الماء. هتلاقي نفسك بصحة احسن. صحتك بقى السريعة كده واصنانك بقى بصحة احسن وبشرطك وجسمك وكل حاجة بقيت بتستحسن لانت بدلت الدار بالصحي. خلصنا الفيديو واتمنى تكون استفدتوا ربنا يبعد عننا وعنكم المرض. وما تنسوش تتفرجوا على الفيديوهات اللي فاتت وتستنوا الفيديوهات الجاية. واتمنى تكون عرفتا عن نفسك شوية. والسلام عليكم.